السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم أحمد حمدي من قناة إيجيبت كارز وفي الفيديو ده حيتم تحديد أنسب السيارات لكل فئة سعرية تناسب البنات والسيدات الفكرة من الفيديو ده أن البنات والسيدات لهم التمامات وأسلوب مختلف التفكير عن الشباب والفيديو حيكون خالي من التفاصيل والتعقيدات الفنية التصنيف حيكون بناء على الفئة السعرية وحيكون في اختيار للمبتدئات في السواقة واختيار تاني للمتمرسات وحدى بفئة 200 ألف جنيه طبعا في فيديو أنا عملته عن أحسن عربية في حدود 200 ألف جنيه ولو حرش حربية في الفئة دي للمبتدئات في السواقة فأنا هختار الرينو لوجان ومعها السنديرو والسنديرو ستيبوي ده لو حب شكل الهاتشباك لأن الركوبة في الرينو عالية وتمكنك أنك تشوفي أبعاد العربية والطريق وبنصح بالعربيات دي للمبتدئات في السواقة في الفئة دي عن العربيات الثانية زي النيسان صاني والشفروليه أوبترا أما أحسن عربية بشكل عام ودي فيها الهايونداي جراند آي تين والكيابي كانتو ودول حجمهم صغير جدا وفيه كمان الهايونداي أكسنت والكيابي جاس ودول على شكل السيدان وحجمهم أكبر بس اللي أنا شايفها مناسبة جدا جدا للبنات والسيدات هي الفورد فيستا والعربية شكلها جميل ومناسب جدا للبنات أيا كان لونها والعربية على شكل الهاتشباك وبتجمع ما بين الحجم الصغير واللي بتتميز بالهايونداي آي تين والكيابي كانتو مع المساحات الكويسة جدا للسالون واللي بتتميز بالهايونداي أكسنت والكيابي جاس مع تصميم جميل جدا وجودة صناعة عن تجربة ممتازة جدا بالنسبة للسعر مع توفر الكماليات الأساسية واللي تهم البنات والسيدات وكمان العربية أوروبية يعني جودة صناعة ممتازة ومواصفات الأمان الأساسية متوفرة بالعربية ودي الميزة الرئيسية من وجهة نظر فئة 300 ألف جنيه ودي أصعب فئة في الاختيار لتوفر عربيات كتير تناسب البنات والسيدات وبشكل عام الفئة دي فيها عربيات كتير مشهورة ونجحة جدا زي الهاينضاي إلينترا والكيا سياراته وفئة عربيات السيدان في الفئة السعرية دي هي اللي متصدرة مبيعات السيارات في السوق المصري بس أنا نصحت لأي واحدة عايزة تجيب عربية في الفئة دي تبص على العربيات الكروس أوبر لأنها أنسب للسيدات كشكل لأنها صغيرة في الحجم وعالية على الأرض وشكلها مناسب لهم أكتر في الفئة دي فيلبجو 2008 والأوبل كروس لان والفورد إيكو سبورت وكمان سيتروين سي سري إير كروس والعربيات دي كلها تناسب البنات والسيدات ورشحها ليهم عن العربيات الممكن تكون أكثر مبيعا بالسوق المصري بس العربيات دي شكلها أجمل وأنسب ليهم وأهلا في جودة الصناعة وتناسبهم أكتر في أسلوب القيادة أنا هنا مش حرشح عربية واحدة لأن العربيات دي متقربة جدا في المواصفات وقوة المحرك وجودة الصناعة لأنها كلها عربيات أوروبية والفرق الرئيسي هو التصميم وده يرجع للزوء الشخصي فنصيحتي لأي واحدة حجيب عربية في الفئة السعرية دي تبص على العربيات الكروس أوبر العالي عن الأرض عن العربيات السيدان لأنها عربيات صغيرة وأسهل في السواقة في الزحام والرك وكمان في أكتر من عربي يعني ممكن تختاري حسب ارتياحك للشكل وحتلقوا استرارات تفصيل لكل عربية فيهم على القناة بمختلف فئتها والمواصفات الفنية على موقع إيجيبت كار فئة 400 ألف جنيه ودي في عربيات الكروس أوبر الأكثر نجاحا ومبيعا بالسوق المصري زي النيسان قشقاي والرينو كاتجار والهاينداي توسان والكيس بورتاج وفيه كمان الصوبارو إكسي بي والمتسوبيش إكليبس وأنا هرشح ليهم في الفئة دي عربية مناسبة ليهم جدا كشكل وهي الفيات 500 أكس وفيه سبب تاني وهو جودة الصناعة العالية جدا للعربية دي بالنسبة للسعر وكمان مواصفات الأمان الكاملة الفيات شكلها مميز جدا جدا وأنا ديتها جايزة أكتر عربية كروس أوبر شبابية في الفيديو الخاص بالجوائز وفي الفيديو ده حقول إنها مش بس شكلها شبابي لكن شكلها كمان مناسب جدا للبنات والسعيدات سواء من بر أو من جوة وأنصح بالألوان الفتحة ليهم زي الأبيض وطبعا الأحمر فئة 500 ألف جنيه وطبعا أنتم متوقعين إن هختار البجود 3008 على اعتبار إنها أجمل عربية في فئتها وده اللي أنا قلته في الفيديو الخاص بجائزة أفضل سيارة كروس أوبر في مصر بس أنا مش هرشح ليهم لأن في عربية تانية أقلف المواصفات وقوة المحرك بس أنسب ليهم كشكله جودة ومش هقول للقبل جراند لاند ولا السيتروين سي فايف أنا هرشح ليهم في الفئة دي الاودي كيو تو بشكل عام أي واحدة بيهمها في المقام الأول الشكل الجميل والجودة العالية أكتر منه المواصفات والكماليات والأداء العالي والعربية دي تعتبر الأعلى في جودة الصناعة وده طبيعي من أودي وكمان العربية صغيرة وعالية عن الأرض وده يخلص وقتها أسهل في الزحان العربية دي باعتبارها كمان الأكثر أمانا مش بس بسبب مواصفات الأمان العالية لكن كمان بسبب جودة وصلابة هيكل العربية وكمان مستوى العزل ممتاز كما هو معروف عن عربيات أودي وده اللي هيخليني أرشح ليهم العربية دي في الفئات الأعلى من 500 ألف جنيه أنصح بالنسخة الكروس أوفر من أفضل وأعلى مركات السيارات في الجودة والفخامة وهي المرسيدس والأودي وبي ام دابليو زي مثلا بي ام دابليو اكس وان الاودي كيو سري المرسيدس جي إللي إيه وبعد كده الفئة الأعلى بي ام دابليو اكس سري والمرسيدس جي إللي سي وبعد كده الفئات الأعلى من العربية دي وهكذا والسبب ان المركز دي بتقدم اعلى جودة صناعة في عالم السيارات واعلى مواصفات امان بالنسبة للسعر وليها اسم بالسوق المصري وطبعا النسخة الكروس اوفر بتكون اسهل في السوقة في الزحان وكمان عملية اكتر وشكلها كمان انسب ليهم وده سبب تفضيل ان النسخة الكروس اوفر هنال عربيات السيدان من المركز دي ومحددتش عربية واحدة هنا لان كلهم افضل من بعض والاختيار هيعتمد هنا على تزوء الشخصي وانت الكذبانة لو اخترت اي عربية فيهم دي كانت اختياراتي لاحسن عربيات للبنات والسيدات لكل فئة سعرية وركزت في الاختيارات دي بشكل اساسي على الجودة والشكل العمل المناسب لهم اكتر ارجونا الفيديو نقول اعجابكم وما تنسوش تعملوا لايت للفيديو واشتراك بالقناة لو مش مشتركين وربنا يقدرني وعمل ليكم حاجة احسن وسهل عليكم اختيار العربية المناسبة لكم وشكرا